بسم الله صفة الصلاة الأصل أن المصلي الإمام إذا كان يصلي منفاردا أو الإمام يصلي إلى ستر شيء أمامه يستر من الناس هذا سنة مستحب أفضل نعم أو يتقدم للصف الأول الأصل أن يجعل الرجلين على استقامة البدن لا يفتح الرجلين ولا يضم الرجلين يجعلهم على استقامة البدن 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 يقول الله أكبر ثم يضع باطل كفين يومنا على ظاهر كفين يسرى والرزق والسعيد وضعن على صدي يتسرى الجuvre أو делают خلف ثم يومنا على الكفين يومنا على الكفين يومنا على الكفين ، مزيسا! يرى الكفين يومنا على الكفين يومنا على الكذين ، يومنا على الكفين المساق committing يومنا على الكفينيّ؟ أو يضع هكذا خطر أو يضع على خاصرتي بدون تكلف يضعهما على صدر يستحب له أن يقرأ الآن دعاء الاستفتاح يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره أو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين لابد أن يقرأ الفاتحة كاملة لابد أن تصح قراءة الفاتحة يطلق على الصلاة باطلة لابد أن يقرأ الفاتحة لابد أن يقرأ الفاتحة لابد أن تكون الصلاة باطلة بعد الفاتحة يقول آمين بعدها يقرأ آية فأكثر أو سورة ما تيسر من القرآن سنة ثم الآن يكبر حذو الأذنين أو المنكبين الله أكبر يجعل الظهر على استقامة واحدة مع الرأس يجعل المرفقين يجعلهم ممدودة لا يسر المرفقين لأنه لو سنة المرفقين سنة الظهر يقبض على ركبتين قبضا نعم ماذا يقول هنا سبحان ربي العظيم مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم بما أورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النظر دائما يكون إلى موضع السجود النظر دائما إلى موضع السجود دائما في الصلاة يحرم على أن يرفع نظر إلى السماء لا يلتفت وهو يصلي الآن بين الركوع وبين الاعتدال يقول سمع الله لمن حمده معرف على يدين الآن هو كما عندما يبدأ يقول سمع الله لمن حمده معرف على يدين إذا استقام هنا يقول ربنا ولك الحمد ثم يستحب لهن يزيد لربي الحمد لربي الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركة نعم ثم يكبر يقول الله أكبر ويسود نعم لابد أن يضع باطن الرجلين على الأرض نعم ويجعل الأنف والجبهة على الأرض يضم أصابع اليدين يجعلهما جهة القبلة نعم عندنا أكثر مشكلة إذا انكشفت العورة هنا بني صليف البنطال وانكشفت من هنا العورة تكون الصلاة باطلة ألان وضع هما هكذا خطأ لو رفع الرجلين على الأرض هذا خطأ أو وضعهم هكذا خطأ أو وضع أحدهم على الأخرى لا بد أن يضع باطن أصابع الرجلين على الأرض كذلك كذلك بعض الناس يضع مرفقي على الأرض هذا أيضا خطأ يضع مرفقي على الأرض هذا خطأ و بعض الناس ينضم هكذا لا يكون هكذا ينضم هذا خطأ يضع مرفقي على الأرض ينصب اليومنا و أجعل باطن أصابع اليومنا على الأرض و أجلس على الرجل اليسرى هذه الجلسة في كل الصلاة و أجلس على الأرض و أجلس على الأرض و أجلس على الأرض و أجلس على الأرض و يستحب له أن يزيد و أجلس على الأرض و أجلس على الأرض و Absolutely و أجلس على الأرض يذهب على الأرض و أجلس علىه و الصلاة og اليسرى قد أجلس على الأرض صلى الله عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمي اللهم صلى على محمد نعم ثم يستعيد بالله من أربع اللهم نعوذ بك من عذاب الجهنم وعذاب القبر وفتن في محيا ويومات ومن شابه في تحيات جاب كي سنة أعجب صوت دعاء نبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم برأس فقط السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أكبر خطأ أن ينحني بمرفقه هذا خطأ أو يحرق رأس يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يحرق رأس خطأ أو يحرق يديه أو يضربهما إذن تها من الصلاة لا أحد تعب سمبحان ما لا تأسنج تأسنج فقط تسبح كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بعد الصلاة موضع الدعاء في السجود قبل التسليم هذا هو موضع الدعاء أما بعد الصلاة الاستغفاء هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم